أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القصف المستمر لنزحين في جنوب قطاع غزة هدفه واضح وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته وأن مصر أعلنت بوضوح رفضها لكل وأية محاولة لتهجير الفلسطينيين جاء ذلك خلال مشاركة شكري ووزراء خارجية كل من السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي في مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة موسكو كما أعلن وزير الخارجية أن مصر صاغت مشروع قرار جديد ليتم طرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأكد أعضاء اللجنة على الدور الحيوي والمهم الذي تطلع به روسيا إزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي إطار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن والتطلع لدور روسي قوي وداعم لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة